قال رئيس السيسي إن الدولة مهتمة بالعمل على توفير المرافق والمنشآت المدنية لدعم الصناعة بمختلف قطاعاتها وقالفت سيد رئيس إلى تحمل الدولة تكاليف مثل تلك المرافق لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الصناعي للتركيز على جلب المعدات الانتاجية اللازمة مع العمل على إعادة تأهيل المدارس المتخصصة للاطلاع بدورها في كل الصناعات أن أنا مستعد أخش أعمل المنشآت المدنية مهما كانت تكلفتها عشان يخلي الرجال الصناعة يركزوا في المهدات اللي بيجيبوها عشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللي إحنا بنتكلم في ده دي نقطة نقطة تانية اللي قاله المهندس محمد وأنا أكدت عليه في أن إحنا أي مدارس في الخارطة اللي إنتوا عايزينها اللي بتغطي مناطق صناعية معانا أو صناعات معانا مستعدين لعيد تخصيصها ونأهلها عشان تقوم بالدور ده وتبقى أنتوا المسؤولين عنها زي ما أنتوا بتعملوا دلوقتي